يقول كيف أصله لطموحي المام علي يقول ما رام ممرء شيئا لا وصله أو ما دونه أولا اجعل أهدافك بعيدة المدى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها الذي ينوي أن يكون في الجنة مع أولياء الله الصالحين ويسعى مو أحلام اليقظى يوجد بعض الشباب يقعد ويحلم ساير مليونير لا هذا ما ينفع يعين هدفه ويسعى للوصول له ذلك الهدف هذا كلام الإمام علي والإمام علي لا ينطقه إلا عن الناموس الإمام علي حينما يقول شيء فهو حقيقي يقول ما رام ممرء شيئا ما راما يعني أرادع وليس تمنى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب بالأمنيات بضائع النوكة الحمقة الأحمق واللي يتمنى لكن العاقل يريد يعني يلغي الخيارات الأخرى أريد أن أنجح وأصبح دكتورا أصبح دكتورا إذا أردت وحددت الهدف وسعيت تصل كذلك الجنة بعظمتها ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها هذا يوصل ويصير من أهل الجنة كيف تصل لطموحك أن تحدد هدفك الهدف الأعلى ثم تقسمه على أهداف مقسمة على الزمن ثم تسعى لتحقيق تلك الأهداف ترجمة نانسي قنقر